اشتركوا في القناة الى وضع معايير جديدة لجائزة خليفة بن سلمان للصحافة بحيث يتم توسيع نطاقها اقليبيا وذلك باعادة تصنيف الفئات التي يحق لها التقدم للجائزة لتشمل ايضا الصحف الخليجية والعربية التي تصدر باللغة العربية والانجليزية وكلف سموه وزارة شؤون الاعلام بذلك الى ذلك فقد وجه سموه الشكرى الى القائمين على حفل جائزة خليفة بن سلمان للصحافة الذي اقيم تحت الرعاية الكريمة لسموه وهنأ سموه الفائزين بهذه الجائزة بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى وضع ضوابط مشددة على ابراج الاتصالات وتصحيح اوضاع الابراج المخالفة منها في اقصر فترة زمنية ممكنة وانتتم الاستعانة بالشركات الدولية لتقييم مستويات الانبعاث من هذه الابراج وتقييم تأثيراتها صحيا وبيئيا والتحقق من انشائها وفق المعايير الدولية ومواصلة اجراء القياسات الدولية من خلال فرق تفتيش من الاجهزة المختصة للتأكد من عدم مخالفتها للمستويات والضوابط الدولية وكلف سموه هيئة التخطيط العمراني بتحديد مواقع الابراج للاتصالات كما كلف سموه وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات برفع خطة تنفذ ما ورد الى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى ضرورة التحقق من مراعاة المشروعات الاستثمارية لخصوصية القرى والمناطق السكنية وتأثيراتها الاجتماعية على القاطنين فيها وذلك من خلال وضع ضوابط محددة لارتفاعات مباني هذه المشاريع الاستثمارية ومواقعها وحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى لجنة العليا للتخطيط العمراني دراسة هذه الضوابط بعدها جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على اهمية الزيارات الميدانية للمناطق لتقييم مستوى الخدمات فيها والتحقق من ان يكون مستوى اداء الخدمات البلدية على النحو الذي تنشده الحكومة باستكمال اي نقص بها وكلف سموه وزراء الخدمات بذلك موجها سموه الى تنفيذ ما تمت متابعته خلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الى مدينة الحد بؤخرا ووضع برنامج زمني لتنفيذها وتخفيفا للاعباء المعيشية على الاسر البحرينية محدودة الدخل خاصة في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك فقد امر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة الشهر الفضيل بمضاعفة صرف مخصصات المساعدة الاجتماعية الى حوالي 15500 اسرة ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي كما امر سموه بمضاعفة صرف مخصص الاعاقة الى حوالي 11000 معاق بهذه المناسبة الكريمة وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك بما ينسجم والقوانين والانظمة المرعية في هذا الشأن ومنها قانون الضمان الاجتماعي بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي اولا انطلاقا من حرص مملكة البحرين على تأكيد التزامها التام والدائم بأعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية وتعاونها على الصعيد الدولي في هذا الخصوص وضمان عدم تهرب الشركات العالمية من دفع الضرائب المستحقة عليها فقد وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين الى الاطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح والتي لا يترتب على الانضمام اليها اي مساس بالمواطن البحريني وكلف المجلس وزارة المالية بالتقدم الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بطلب الانضمام نيابة عن حكومة مملكة البحرين فيما كلف المجلس الجهات ذات العلاقة بتطبيق متطلبات مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح واتخاذ ما يلزم لذلك فنيا وتشريعيا ليتسنى تطبيق معايير هذا الاطار خلال العام الجاري وذلك على النحو الذي اوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق في مذكرتها التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثانيا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الاولى بشأن الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي والخاص والثانية هي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والثالثة هي مذكرة تفاهم بين المجلس الاعلى للبيئة بمملكة البحرين ووزارة شؤون البلديات والغابات بجمهورية الهند ثالثا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للتعاون بين الطرفين في مجال تراخيص مزاولة المهن الصحية واجراءاتها وامتحاناتها رابعا بحث مجلس الوزراء اضافة مادة جديدة الى قانون العمل في القطاع الاهلي تحضر التمييز بين العمال الخاضعين لاحكامه بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وكلف المجلس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بدراسة مشروع قانون في هذا الخصوص والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية خامسا بحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة ووافق على ردود الحكومة بخصوصها الاول بشأن دورات في علم النفس الرياضي للمدربين الوطنيين والثاني بخصوص تدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة والثالث حول رسوم الغرف الخاصة في مستشفى الملك حمد الجامعي ترجمة نانسي قنقر